أحمد شهر الخوزة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وقرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم نذكرون الزانية والزاني فاتسلدوا كل واحد منهما مئة جلة ولا تأخذكم بهما رفتم في دين الله إنكم تؤمنون بالله واليوم الآخر والجشهد عذابهما طائفة من المؤمنين الزاني لا يعقه إلا زانيطان أو مشرقة والزانيط لا يعقه إلا زانيط أو مشرقة وحرم ذلك على المؤمنين المانر الفتري أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفرح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معردون والذين هم للزكاة قاعون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير مرمون تفايل فهري أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تسين مين تلك آيات الكتاب المبين لعلق باخئ النفس فألا يكونوا مؤمنين إن شاء ننزل عليهم من السماء آياتا فظلس أعنقهم لها خدعين وما يأتهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا أنهم محردين فقد قذبوا فسيأتهم أمباؤ ما كانوا به يستحزئون جهان أولياء نساء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارع الذي نزل القرقون على عبده ليكون للعالمين نظيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولا يتخذ ولدا ولا يتخذ ولدا ولم يقل له شريط في الملك في الملك وخلق كل شيء وخلق كل شيء فقد تره تسطيرا واتغضوا من دونه آلية لا يخلقون شيئا وهم يخلقون وهم يخلقون ولا يملكون لأخذهم درا ولا نقع ولا يملكون ولا يملكون ولا موتا ولا عياتا ولا نطورا كبيرا واسسنا سسنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لا ممين تلك آيات الكتاب بسم الله الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرحيم بسم الله الرحيم بسم الله الرحيم بسم الله الرحيم تلك آيات القرآن وكتاب مبين يدون وبشرى للمؤمنين بسم الله الرحيم الذين يقيمون الصلاة ويؤطون الزكاة ويؤطون الزكاة وهم بالآخر فيهم يقيمون إن الذين لا يؤمنون بالآخر بزينا لهم بالآخر بزينا لهم أعمالهم فهم يحبون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم بالآخرتهم الأحصرون فإن تتلق القرآن من الله الحكيم عليم تفايل فيهرين أعوذ بالله من الشيطان الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحيم بسم الله الرحيم أن يقولوا آمنا وهم لا يحتنون وَلَقُدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ أَوْلَهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ أَمَا كَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَمَا كَسِبَ الْكَاذِبِينَ أَمَا كَسِبَ الْكَاذِبِينَ أَمَا كَسِبَ الْكَسِبَ الْكَاذِبِينَ بسم الله الرحمن الرحيم أَلِفْ لَمِّمْ أَلِفْ لَمِّمْ فِي أَدْنَا الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ وَلَبِهِمْ سَيَوْمُلِبُونَ فِي بِتْعِسِنِي دِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْ وَيَوْمَ إِذِي يَفْرَحُ الْمُؤْرِينُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُعُ مَنْ يَشَاءُ فَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَعْدَهُ اللَّهِ لَا يُخْرِكُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَا إِنَّ أَخْصَرَ النَّاتِ لَا يَعْلَمُونَ يَعْلَمُونَ ظَهِرًا مِنَا حَيَاتِ الدُّنْيَا وَهُدْعَلِ الْأَخِرَةِهُمْ غُرِينُ مُحَمَّدْ تَبَهُ بُدِي مُلِيَا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُفِعَ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مَنْ رَبِّكَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ حَبِيرًا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم الله إذ ظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم لالكم قولكم بأغواركم والله يقول الحق وهو يهد السبيل بنام أبيا بسم الله الرحمن الرحيم وَلَوْ جَعَلْنَا بُقْرَآنً أَعْجَمِيًا لَقَالُوا لَوْ لَا فُصِّلَتْ آيَاتٌ أَعْجَمِيٌ وَعَرَبٍ قُلْ هُوَ لِهَذِينَ آمَنُوا هُدًا وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آزَانِهِمْ مَطْرُونَ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمَى أُولَئِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٌ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِ فَقِيمٌ وَلَوْ لَا قَلْمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍ مِنْ بُمُرِيبٌ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَقْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِوَ اللَّهِ الْعَبِيدٌ مُهَمَنْ أَدِبْ مُذَكِي أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَلِفْ لَمِينَ تَنْزِيرُ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَلَمِينَ أَمْ يَطُولُوا نَفْتَرَهُ بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ لِتُعْدِرُ قُوْمًا مَا أَتَاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْدَدُونَ الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من وليه ولا شفيع أَفَلَا تَتَذَكَّرُوا يُدَبِّرُ الْأَمْرُ مِنَ السَّمَاءِ الَلْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُّ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ عَلْفَ سَنَةٍ مِّمْ مَا تَعُدُونَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرِ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ أَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينَ لَتَرَهُنَّ الْجَعِينَ ثُمَّ لَتَرَهُنَّ هَا عِينَ الْيَقِينَ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ لا إله إلا الله والله أكبر والله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم وَالْعَسْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي حُسْرٍ إِلَّا إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصُوا بِالْحَقِّ وَتَوَاصُوا بِالْصَّبِ لا إله إلا الله والله أكبر والله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم وَيُلِّكُلِّهُ مَزَدٍ رُّمَزَةِ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَةِ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَةِ قَلَّا لَيُنْبَدَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَبْرَنَا الْحُطَمَةِ نَارُ اللَّهِ الْمُقَدَةِ أَلَّتِي تَفْضُلِعُ عَلَى الْأَخْئِدَةِ إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةِ فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدِ بِسْلَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَلَمْ نَرْكَيْضَ عَلَى رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْخِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَطْرِيلِ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ فَيْرًا أَبَابِلِ تَرْمِهِمْ بِحِجَوَةٍ مِّنْ سِجِّلِ فَاجْعَلَهُمْ كَعَسْفٍ مَأْكُولِ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدِ بِاسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِلَا بِقْرَيْشِ إِلَا بِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيِّ قَلْ يَعْبُّوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ أَلَّذِي أَطْعَنَهُمْ مِنْ دُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْرُ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدِ بِاسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالْدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِينِ وَلَا يَعُبُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ قَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم إِنَّا أَعْقَيْنَاكَ الْتَوْخَرْ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنَحَرْ إِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْطَرْ لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لا أعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَعْبِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدُتُمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَالْيَدِينُ لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم إلى جاء الله والفتح وَرَأِيْتَنَّ سَيَدْهُرُونَ بِدِينِ اللَّهِ أَفْوَاجَةَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا لَا إِلَهَا إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرْ وَإِلَّهِ الْحَمْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْنَا نِرْوَعِي تَوْبَرْتِيَ دَابِي لَهَبٍ وَتَبُّهُ مَا أُنْلَا عِنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبُهُ سَيَصْلَانَ عَرَوْنَا تَلَهَبٍ وَامْرَأَتُهُ حَمَّانَ تَلْحَقُرْ فِي جِبِهَا عَبْلٌ مِّنْ مَسَبِهُ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرْ وَلِلَّهِ الْحَمْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْهُ وَاللَّهُ أَحَدُ اللَّهُ السَّمَدْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَقُلْ لَهُ كُبُوًا أَحَدُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْهُ وَاللَّهُ أَحَدُ اللَّهُ السَّمَدْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَقُلْ لَهُ كُبُوًا أَحَدُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْهُ وَاللَّهُ أَحَدُ لِلَّهُ السَّمَدْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ولم يقول له قوة أحد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسي الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلاق من شر ما قلق ومن شر الواسق إذا وقب ومن شر نفاتات في الرقب ومن شر حسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس من شر الواسق إذا وقب لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المسقين صراط الذين أنعن عليهم غير الأغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم أكبر 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 وبالآخرتهم يوقنون قلع الله على قلوبهم وعلى شömهم وعلى شرقه هم خشاوة ولهم عذاب عظيم صدق الله العظيم وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلمات وهو السميع العليم صدق الله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل مننا ونحن على ذلك من السميع العليم اللهم نعبعنا ورفعنا بالقرآن العظيم وردنا وبارك لنا في الآيات والذكر الحكيم ونحن على ذلك من السميع العليم ونحن على ذلك من السميع العظيم ونحن على ذلك من السميع العظيم ونحن على ذلك من السميع العظيم ونحن على ذلك من السميع jeszcze تقبل من سميع العظيم من القرآن رفعا وفي كل فتح من القرآن فراحة وخطوحا وفي كل فسر من القرآن كسوة وفي كل وقفهم من القرآن فقايا اللهم مرزقنا بالألفي أحنا وإيمانا وفي البالي براء وبراء وفي الساعي توبة وتوفيق وفي الساعي سروة وسوابة وفي الجيم جاء وجلالا وفي الحاء حلم وحياء وفي الخائف شوعا وخشيا وفي الساعي دولة ودليلة وفي الساعي دهنة وزكاة وفي الراء رحمة ورجاء وفي الساعي دولة وزكاة وفي الصين سعادة وسلامة وفي الشين شكرا وشرافا وبالصاد صبرا وصداقا وبالقاد ضوءا وضلاعا وبالطاع طاعة وطهارا وبالطاع زفرا وضرافا وبالعين عفوا وعافيا وبالقين غنا وغنيما وبالطاع خوزا وخلاحا وبالطاع اقربا وقناعا وبالطاع كمالا وكراما وبالطاع ولقاءا وبالعين مغفرة ومتاعا وبالنور نورا ونجاة وبالواوي وسعة وولايا وبالهائهم ماتا وهدايا وباللاي يسرا ويقينا اللهم اظهر قلوبنا وقر عيوننا واستر عوراتنا واشف مرضانا وقدعنا ديوننا وبيع وجورنا ورفع درجاتنا وأصلح حاجاتنا ورحم آبانا وغفر لي أمهاتنا وتجاوز عن سيئاتنا وحفظنوبنا ورسول سلطاننا واسريح ديننا ودنيانا ورد بلساننا وقوي أجسادنا وقريح أحبابنا وقريح أحسادنا وشدد شمول أعدائنا وحفظ أهلنا وأموالنا ونظر أولادنا وديارنا وحفظ أقدامنا على دين الإسلام ورسولنا على القوم الكافرين بحرمتنا والقرآن العظيم اللهم أهدنا وبركنا بالآيات والذكر الحكيم اللهم تقبل من ما قراءتنا وتجاوز عن ما ما كان لنا في تلاوة القرآن من خطر أو نسيان أو تحريد نشط عن موابعها أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو أو يقصر أو نأويل على خير ما أنزلت أو ريب أو شك أو سهو أو سوء إلى حال أو تعجيل عند تلاوة القرآن أو كسر أو سرعة أو زيغ لسان أو وقف في غير وقوم أو إدخام بغير متقام أو إلهي بغير بغير بيان أو مد أو تشديد أو رفزة أو جزم أو إعراد بغير ما كتبه أو كلة رغبة ورغبة عند آيات الرحة أو آيات العباد أمير لنا ذنوبنا ربنا وقتبنا مع الشاهدين اللهم أن store قصر أو رفزة وَأَلَّا تِلْنَا جَدْنَا تَبِي شَفَاعَةِ الْقُرَآنِ اللهم مَجْعَدِ الْقُرْآنَ لَنَا فِي بُنْيَا قَرِيْكَ وَبِلْ قَبَرِ مُنِسَى وَبِلْ قِيَامَةِ شَافِعَةِ وَعَدَى السِّرَةِ نُورَةً وَبِلَ جَدْنَا تِلْفِيطَةً وَبِلْنَا تِلْسِتْرَوْ وَحِجَابَةً اللهم مَعَدْنَا بِالْقُرْآنِ وَاجْعَلَهُ لَنَا إِنَا هَوَّا وَنُورًا وَهُدَوْا وَرَحْنًا اللهم مَذَكِّرْنَا مِنْهُمَا نَسِيْنَا وَعَلِّمْنَا مِنْهُمَا جَيْلْنَا وَرْزُقْنَا تِلَا وَتَهْ آنَا اللَّيْلِ وَآنَا أَنَّا وَيَعَلْهُ حُجَّةً لَنَا يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ اللهم مَرْدِنَا بِهِدَايَةِ الْقُرْآنِ وَنَجِّنَا مِنَ النَّارِ بِحُرْمَةِ الْقُرْآنِ وَيَسِّرْ عَلَيْنَا أُمُورَنا أُمُورَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ بِالْقُرْآنِ الْكَرِيمِ نَرْأَسِّلْ مَقَوْسِدَنَا وَبِجَمِيعَ حَجَتِنَا بِالْقُرْآنِ الْعَدِيمِ وَبِجَمِيعَ أَسْقَوْنِنَا بِحُرْمَةِ الْقُرْآنِ وَتَقْنِنْ أَمَالَنَا بِبَرْكَ تِكَ الْقَرْقُدِينَ وَهَوِّعَلَيْنَا سَقَرَةِ الْمَوْتِ بِجَاهِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ يَا رَحْهَمْ يَا رَحِيمِ اللَّهُ حَرَزُقْنَا عَدَى بِالْقَلْبِ وَحُبَّ الْخَيْرِ وَالْسَعَادَةِ وَالْبِجَارَةِ مِنَ الْإِمَانِ اللَّهُ تَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَبَّنِهُ وَآلِهِ وَسَحْدِهِ بِعَدَدِ مَا فِي جَمِيعِ الْقُرْآنِ أَرْقًا حَرْقًا وَبِعَدَدِ كُلِّ عَرْفٍ أَلْقًا أَلْقًا وَلَحَانَا رَبِّكَ رَبِّ عِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامُ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراق المستقيم صراق الذين أنعمت عليهم خير المغطوط عليهم وَلَقْطُونَ رَبِّكْ بِلْي وَرِوَا إِلَيَّا وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ بسم الله الرحمن 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 الرحيم ذَوَا إِيْهِ أَنَّهِ وِأَنُعَيْهُ حَدِرِ وَالْحَدِرْتُ يَمُلِيَاتِ الأ�� بليو حضر بالمخارم شحيب البديلة كيال حج أحمد سوكري سعيد دوان تام بليو والخصوة بارد الله سبحانه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القائل إنه لتنزل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين والصلاة والسلام على حبيبه القائل خيركم من تعلم القرآن وعلمه وعلى آله وأصحابه الذين أخذ القرآن كما علمهم نبيهم أما بعد أخذ القرآن أخذ القرآن أخذ القرآن أخذ القرآن في المترجمات في الطمق المترجمات السعيدية الحمد للأمين على هذه الارتباطين على هذه الارتباط تحديثنا أولاً شكراً عامة على هذه الارتباطي أنزل في نظامة سنستمع وكمر لتظيم وقم مستقبع في الحقيقة الفلسورة في دعوة الصعيدية في دعوة الصعيدية إلى أشخاص براكم أشخاص ب glacier حnehmen ثم أنفسنا نشأل وسلم خلاص بشكل تقصير عندما يوجد من العام كان هذا القرآن بهذا السبب خلال 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 شبه أخرج لأسفة أفلحك أجل خاتم في المء الزواج في هذا القرآن سيكون قرآن شاهدات خطم القرآن أو إجازة القرآن من المجددين الذين يملكون تشاهدات خطم القرآن ولكن قبل أن أقرأ سيكون قرآن شاهدات هذا يجب أن يتعلم على أعجابة وكتابة وسطر وكتابة وكتابة ربتين محقمات إن الشاهدات والإجازة القرآن يتعلمون من المجددين والعكتابة والكتابة والإخوتي سأولي ما أعطيب على الأخرى من جرافة الأجراء العقرآن الخريم دوني إمام حفظ بن سليمان بما هفظ هو أحد خريّة المخسارات الخريطة بن عبن نأجود Al-Kuhfi Jadi para Bapak-Para Ibu sekalian Yang dibaca itu adalah Riwayatnya Imam Hafiz Riwayatnya Imam Hafiz ini Yang paling banyak digunakan Oleh masyarakat Muslim di dunia Oleh karena itu Riwayat Imam Hafiz ini Sering kita dengar Dan mayoritas yang kita baca Adalah riwayatnya Imam Hafiz Kadang-kadang kita mendengar Pembacaan ayat Al-Suri Al-Quran Al-Karin Tapi tidak menggunakan Riwayatnya Imam Itu banyak Tapi yang paling banyak adalah Riwayatnya Imam Hafiz Nah ini nanti idazahnya itu Idazah riwayatnya Imam Kemudian Selanjutnya Yang kedua Syahadah ini juga berisi Tentang Sanat Atau urutan guru-guru Mengaji Al-Quranul Karim Rentetan guru-guru Mengaji Al-Quranul Karim Dari mulai putra putri Bapak ibu sekalian Mengaji kepada gurunya Dalam hal ini Saya sendiri Kemudian Saya mengaji kepada guru saya Ayah saya Kiai Muhammad Sa'id Murtado Kemudian Ayah saya Mengaji kepada kakeknya Kiai Murtado Sa'id Kemudian Kiai Murtado Mengaji lagi kepada gurunya Kiai Munawir Kelab pihak Jogjakarta Seterusnya Kiai Munawir Mengaji lagi kepada gurunya Mengaji lagi kepada gurunya Mengaji lagi terus Sampai kepada Sohabat Musman bin Affan Dimana beliau mengaji langsung Kepada Rasulullah S.A.W Itu barangkali Para bapak para ibu Penjelasan tentang syahadah Yang nanti akan diterima oleh Putra putri bapak ibu sekalian Selanjutnya akan saya bacakan Secara lengkap Syahadah khutmil Quran ini Dari salah satu Sebagai sampel Yang pada hari ini Mengikuti Syahadah khutmil Quran Al-Fatihah khutmil Quran Nحمd bayaman Bi'anatihi Yatul Al-Fatihah khutmil Quran Al-Fatihah khutmil Quran Bis sanatil Ilah rasulullah S.A.W Fakat Tolapat minni Devitasir Maharani Binti Muhammad Insaf Supriyadi Min ahali Rawlib Shribun An ujizaha Biqiraat Al-Quran Al-Fatihah khutmil Al-Fatihah khutmil Al-Fatihah khutmil Bi'abin Nur Ani shaykh Sultan Al-Mazhi Ani shaykh Sayyifiddin Ibn Aba Illa Al-Fudali Ani shaykh Shahadah Al-Yamani Ani shaykh Ahmad Al-Sayyuti Ani shaykh Muhammad Bin Al-Jazari Ani Al-Khaafid Muhammad Bin Ahmad Al-Lubani Al-Dimashqi Ani shaykh Jafar Ahmad Bin Yusuf Ani Abil Hassan Ali Bin Amri Al-Andalusi Ani Al-Qadil Ibn Al-Akhras An-Sulayman An-Sulayman Abni Al-Najah An-Abi Amrin Ad-Dani Anil Al-Khaafid Muhammad Bin Rafi' An-Abi Al-Qasim Muhammad Bin Fairah Al-Ru'ayni Ash-Syatibi An-Abi Hassan Ali Bin Huzir An-Abi Dawud Sulaiman An-Abi Najah An-Abi Al-Hafid Amri Ad-Dani An-Abi Al-Hafid Ibn Amri Ad-Dani An-Abi Hassan Al-Tahir An-Abi Al-Abbaz Ahmad Al-Asnani An-Ubayd Ibn Al-Sabah An-Hafsin An-Aasimin An-Abi Abdil Rahman Abdillah Bin Al-Hubad Al-Sulami Wazir Ibn Al-Hubad Al-Asadi Al-Uthman Ibn Affan Wa Ali Ibn Ibn Al-Talib Wa Ibn Mas'ud Ibn 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 Zayyid Ibn Thabid Radiyallahu An-Hum An-Nabiyy Sallallahu Alayhi Wasallam Hada Wa Usiha Wa Iyabi Taqmallahu Bis Rewal Alaniyah Wa Asalwa Alla Tansani Min Salih Da'awat Ha Fi Kholawat H Wajalawat H Wallah Al-Muafiq Wa Sallallahu Ala Sayyidina Muhammadin Wa Ala Alihi Was Afdihi Ajma'in Kuala Hapifam Irraji Min Maulahu Al-Hum Prana Al-Masani Itulah Para Bapak Para Ibu Telah Saya Bacakan Secara Lengkap Syahad Al-Qur'an Dengan Demikian Jelaslah Bahwa Urutan Guru-guru Mengaji Al-Quran Al-Qur'an Rentetan Guru-guru Mengaji Al-Quran Al-Qur'an Al-Karim Dari Putra-Putri Bapak Ibu Sekalian Sanatnya Atau Urutannya Bersambung Sampai Kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Dimana Beliau Menerima Wahyu Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Melalui Perantaraan Malaikat Jibril Para Bapak Para Ibu Hadirin Hadirot Yang Berbahagia Anak-anakku Sekalian Ada Beberapa Pesan Yang Disampaikan Yang Pertama Kalian Tidak Boleh Berpuas Diri Merasa Sudah Puas Karena Sudah Menghatamkan Al-Quran Kemudian Tidak Ngaji Lagi Yang Namanya Mengaji Itu Tidak Ada Berhentinya Sampai Tua Terus Ngaji Hatam Ngaji Lagi Hatam Ngaji Lagi Hatam Ngaji Lagi Sehingga Di Hidup Kita Itu Selalu Bersama Dengan Al Kata Nabi Hidup Al-Quran Karena Al-Quran Nanti di hari kiamat Akan memberi syafaat kepada Pembaca-pembaca Al-Quran Jadi tolong Ngajinya terus Ya Terus Kata orang Bung Tegsi Kalau khatamnya baru sekali Itu namanya baru Blabadi Kalau hutan itu baru Ditebangin Pohonnya saja Ini akar-akarnya itu Masih perlu ngaji lagi Terus Ya Sehingga kemudian Hutan itu menjadi gundul Akar-akarnya sudah habis semua Ya Jadi Teruskan ngaji Al-Quran Kemudian Dalam mengaji Al-Quran Al-Quran ini Kita kadang-kadang kerepotan Terutama dalam Mengucapkan Mahori julhuruhnya Tempat keluar hurufnya Bagaimana mengucapkan Huruf-ho Huruf-halak Ha-ho Oi Huin Ya Huruf yang ada di tenggorokan Itu jumlahnya ada enam Namanya huruf-halak Ada yang paling depan A dengan H Ada yang tengah-tengah H dengan A Ada yang paling Dalam Itu kita mengucapkannya Harus muruk Ho Kadang-kadang Kita sering mendengar Ketika mengucapkan huruf Ho Ini ko ketemunya itu Goiril Magdu Ya Jadi nanti Tolong diperhatikan Diperhatikan lagi Mahori julhuruhnya Bagaimana mengucapkan Huruf bot Huruf bot Itu huruf yang paling Susah Dari semua Huruf hija'iyah itu Huruf bot Yang paling susah Cara membacanya Sehingga Nabi bersabda Hanna Afsofinan Naboko Bit Saya adalah orang Yang paling pasif Mengucapkan huruf Bot Ya Jadi Sekali lagi Mahori julhuruhnya Kadang-kadang Di satu daerah itu Beda-beda Mengucapkan Mahori julhuruh itu Kalau daerah Banyumasan Yang bahasanya itu Ngapak Itu mengucapkan Ain A Itu Nga Ya Fi'il Itu Fingil Makanya dulu pernah Mondok di daerah Di daerah Kebumen itu Itu kalau Burunya menerangkan itu Ini jadi Fingil Ini fangilnya Ini fafmulnya Ya Itu kebiasaan Seperti itu Ya Itu tidak bisa Diterapkan ketika Membaca Al-Quranul Atau Lidah Sunda Itu sangat Kesusahan Mengucapkan Huruf H Itu Biasanya itu H Itu Umbang-daminya Luar biasa Itu yang Dari Sunda itu Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Rahim Rahim Terus Sampai Berbulan-bulan Sampai menjelang Hatam itu Kadang-kadang Susah sekali Ya Ada Lu pernah ngajar Di daerah Sunda Ini udah kiai Ketika yang imami itu Mengucapkan huruf Fai Tuhan Bismillahirrahmanirrahim Nah ini berarti Tidak Memperhatikan Maksud Tempat Keluarnya Atau orang Sunda Biasanya Gak ada huruf Fai dalam Konsonan Sunda itu Gak ada Ya Fai itu gak ada Adanya itu P Ya kan Gak ada itu Jadi semuanya P Itu orang Sunda itu Nah itu Tidak bisa diterapkan Ketika membaca Al-Quranul Harus Fai Tidak boleh Pak Ya Ya itu Jadi itu Selanjutnya Anak-anakku sekalian Selamat Kalian sudah Menghatapkan Al-Quranul Karim Bagi nanti Ada beberapa yang Kelas 12 itu sudah Kembali ke tempatnya masing-masing Tolong perhatikan Apa yang sudah diajarkan oleh gurunya Jangan dirubah-rubah Ya Jangan dirubah-rubah Tidak boleh dirubah-rubah Ya tidak Karena gurunya itu Mengajarkan begini Terus Nanti kalian Ketika mengajar Anaknya juga seperti itu Ya Nanti Kalau anak Ajarkan Al-Quranul Karim Dari mulai awal Sama dengan Persiskan gurunya Ya Itu saja Barangkali Para Bapak Para Ibu Sekali lagi Mohon maaf Barangkali ada Salahan Kehelapan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dengan berakhirnya Pembacaan syahad Al-Quran Berakhir pula Antara Tasyad Al-Quran Hari kami Keempatnya Saya memaaf Akhir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada segenap santri Dimohon untuk merampilkan Al-Quran Karena setelah ini Ada sesi Pembacaan syahad Langsung Dengan Beliau Kehati Dan masuk ke sini Terima kasih